من أخيرة الانتباهة ومنها نقرأ للكاتب محمد عبد الماجد من زاويته القراية أمدق زاوية القراية أمدق جاءت هذه المرة تحت هذا العنوان يا حمدتي النار ولعت بدأ عبد الماجد زاويته بالقول كيانات وقيادات شمالية كثيرة في الفترة الأخيرة خرجت وأعلنت بصورة واضحة وصريحة وسخيفة في نفس الوقت تكوين جيوش مسلحة وكيانات عسكرية خارج راحم القوات المسلحة الملاحظة المهمة أن كل الذين يفعلون ذلك كانوا جزءا أصيلا من النظام البائد بداية من الناظر محمد الأمين تيريك مرورا بالناطق الرسمي السابق باسم الجيش السوارمي وصولا إلى النائب البرلماني السابق والعضو السابق أيضا بمجلس السيادة الانقلابي أبو الجاسم بورتم بورتم يطالب بحق تقرير المصير والانفصال ويدعو إلى التطبيع مع إسرائيل يعني الهوان إلى هذا الحد وصلت وكاحتهم مضى الكاتب قائلا الإعلان عن تكوين جيش أصبح أسهل من افتتاح محل لبيع أسطوانات الغاز بل إن الأمر أصبح أسهل من تحويل رصيد أيقاظ أمية أمنيام يعلنون عن جيوشهم كما يعلنون عن مرقة الدجاج واقع التواصل الاجتماعي أصبحت تضج بصور الضباط برتب عليا لكيانات قبلية دون أن يجد ذلك ردعا أو محاسبة من الحكومة كنا نشاهد ذلك في تخريج طلاب الكلية الحربية وهم يتخرجون بمصنع الرجال ضباطا وسط أهاليهم وأحبابهم الآن أصبحنا نشهد ذلك في احتفالات خاصة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى عينك يا ضابط الأمر أصبح أشبه بحفلات أعياد الميلاد يشير الكاتب إلى أن الحكومة السودانية تلاحق مواكب سلمية يخرج فيها الشعب مطالبا بالسلطة المدنية بالرصاص والغاز المسيل للدموع والاعتقالات تحاربهم وتقتلهم وتحاكمهم بعد ذلك فقدنا أكثر من 125 شهيدا كانوا يطالبون بالسلطة المدنية في سلمية يشهد عليها العالم في الوقت الذي يترك فيه من يدعون إلى الانفصال جهرا ومن يعلن عن تمرده في وضح النهار وحمل السلاح على السلطة ماذا تنتظرون إذا كان جبريل ومناوي وأردون وهم جزء من السلطة يهددون بالحرب والعودة إلى الغابة الشرارة بدأت من الدعم السريع إذا تم دمج هذه القوة في الجيش ستكون القوات المسلحة كادرة على حسم كل هذه الجيوب والجيوش أمام حمتي مسؤولية ضخمة عليه أن يثبت حصه على الوطن وعلى أمنه واستقراره وكوميته وذلك بدمج قوات الدعم السريع سريعا في الجيش لا تنهي عن خلق وتأتي بالدعم السريع نحن الآن في مفترق طريق نكون أو لا نكون السودان أو اللا سودان ختم الكاتب زاويته بالقول أدركوا الوطن هذه الكراسي لو كانت دائمة لأحد لما كانت قيادات الإنقاذ الآن في كوبر إذا هلك الوطن لن تصمد فيه كراسيكم أول من سيدفع ثمن ذلك الذين هم في السلطة الآن أحموا كراسيكم بالعدل لا بالسلاح والقمع والدم وكل الطرق تؤدي إلى المدنيات اشتركوا في القناة